هل المسك أطيب الطيب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أحاديث عطرية ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أطيب الطيب المسك وكان يرى وبيص المسك يعني لمعانا في مفرقه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام ووصف الله سبحانه وتعالى شراب أهل الجنة نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم اللهم آمين وصف شرابهم بأن ختامه مسك ما معنى ختامه مسك؟ إما أن يكون أسفل الشراب يرى المسك وإما أن يكون الشراب ممزوجا بالمسك تستشعر فيه المسك فالمسك من أطيب الطيب عند العرب وأنا صغير شميت المسك لكن ما عجبتني الرائحة واستغربت كيف هذا هو المسك اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أطيب أطيب ولكن اكتشفت لاحقا بأن المسك الأسود والمسك الأبيض اللي يباع بأسعار رخيصة ليس له علاقة بالمسك المقصود اللي هو مسك الغزال الطبيعي المسك الأبيض والمسك الأسود من خلال قراءتي يستخرج من أحجار فلزية ويعالج ويباع وثباته قوي جدا مع اختلاف في الرائحة سواء في المسك الأسود أو المسك الأبيض مسك الغزال مكون ثمين جدا إذا شمعته بطبيعته راح تستنقل الرائحة ما راح تعجبك الرائحة أبدا نظرا لوجود رائحة حيوانية شديدة وقوية لكن التطيب بالمسك يكون عبر المعالجة يعني إيش المعالجة؟ تعزل الرائحة الحيوانية وتستخلص الرائحة الجميلة الطيبة قديما وحديثا وحديثا تطورت الأساليب ولا يستغنى في العطور الثمينة سواء كانت العطور الفرنسية أو شركات العطور الفارهة لا تستغني عن هذا المكون المهم جدا وهنا شطارة العطار ترى بعض العطور مكوناتها تستغرب منها وبعض مكوناتها يمكنك أنت ما تستسيغ أن تشم هذه الرائحة تستنكرها شطارة العطار أن يخرج لك من هذه المكونات رائحة جميلة زكية متفردة إيش دور المسك في العطور الحديثة دور المسك في العطور الحديثة يستخدم منكه يعطي فخامة يعطي جمال مثبت كيف مثبت؟ العطور إما أن تكون خطية الرائحة يعني من بداية العطور إلى نهايته راح تشم نفس الرائحة عدا نسميها عطور خطية وإما أن تكون العطور حرمية الرائحة يعني فيه افتتاحية فيه قلب في العطور فيه قاعدة في النهاية قاعدة آخر ما يبقى في العطور كثير من الأحيان يوضع المسك في القاعدة ليه؟ لأنه مثبت طبيعي يثبت العطور ويعطي لكها جميلة طيب إيش المثبتات غير المسك؟ العنبر من المثبتات وكذلك الخشبيات سواء كانت دهن العود سواء كانت الصندل سواء كانت أي أنواع الخشبيات هذه تعتبر من المثبتات أنا ذكرت في حلقات سابقة بأن الويرد أو الأشياء المكونات الفاكهية سريعة التطاير بينما سريع التطاير في الهواء لذلك ما تثبت لكن المسكيات والعنبريات والخشبيات ما هي سريعة التطاير وإنما بطيئة التطاير ولكن ثباتها يكون عالي جدا هذه نحلة وأنا ما أأذي النحلة والنحلة ما تأذيك النحلة ما تأذيك طالما ما أأذيتها ما تأذيك نستكمل حلقتنا طيب أنا لتجربة شخصية مع المسك أخذتها خام كما هو من مصدر موثوق من ابن عمي في المعاقلية مساعد لعبيت أبو فارس أخذتها بالإقراء اشتريتها منها ووضعتها فيه دهن عود استفدت من خبرته ونصيحتها حطيته فيه زجاجة دهن عود فيها قرابة العشر تولات ووضعت هذا المسك على طبيعته برائحة الحيوانية اللي يمكن ما تطاق وضعته وأوصاني ابن عمي وقال لي أصبر عليه طبعا من ثلاثة شهور فما أكثر حتى تحصد الرائحة الجميلة وفعلا بعد ثلاثة شهور طبعا وضعت مع المسك حطيته في دهن عود وحطيته ورد يفك التكتل والمسك يحب الورد بعد ثلاثة شهور شميت الرائحة المسكية الجميلة بعيدا عن أي رائحة حيوانية تماما وحصدت فعلا نتيجة جميلة جدا إذن المسك المقصود المسك الثمين هو مسك الغزال لكن مسك الغزال يجب أن يعالج لأن رائحة الحيوانية واضحة وغير متقبلة وأكرر المسك من أطيب الطيب وتبقى المسألة ذوقيات يعني في من يمين إلى جهن العود في من يمين ثقافات في من يرى أن الصندل لا يعدله شيء تبقى ثقافات وأذواق أتمنى أن أكون قدمت لكم شيئا مفيدا ترجمة نانسي قنقر